وفي الشان السياسي دائما نضم حزب الرفاه بمقاطعة الرياض في ولاية وكشوطة الجنوبية لقاء تحسيسيا حول الحالة السياسية والاجتماعية في البلاد وما تطلب من جهود تلموية واجتماعية ونسق حزب الرفاه على مستوى مقاطعة الرياض السيدنا والتجاني ألقى كلمة بين فيها مئة المقاطعة وما تتميز به من كفاءات وطنية سمت في خدمة البلاد وإكنا بالنواقص التي تعاني منها المقاطعة بدورها نائب رئيس حزب الرفاه سيدة لالة منتحسن والأحمى العبيد نوهت بمستوى الحضور النسوي في الحزب داعية إلى الإسهام في براء الوطن والسهر على خدمته وقد بينا رئيس حزب الرفاه في كلمته أن رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بدل جهودا كبيرة من أجل إسعاد المواطنين لا شك أن الحكومة وعلى رأس فخامة الرئيس والتعهدات اللي اعطى فتعهداته الانتخابية في برنامج تعهداته أنه باذل جهده فيها لتحقيقها وأنه يتابعها دائما لكن احنا معروف من يتذكروا عن العالم الآن بعد العالم بعد إزمة كورونا عن نصبح يعاني ياسم المشاكل وقفض فيه ياسر من مصانع في العالم وذاك أثرت له وأثرت في النقل البضايع اللي احنا هنا قليل عندنا كلين نجوه وذا كامل نجيبه من الدول عيات عود بعيدة ومن ضمنها الصين اللي من أبعد الدول وارتفعت أسعار النقل الى أكبر اللي قدي صح مما أثرت للأسعار المحلية ثم للأسف الشديد جهات حرب أوكرانيا والروس اللي أكيد أنكم البعض منكم تابع الرئيس السيني قال يماكي الثالي اللي هو يرأسه الآن الرئيس الدوري للاتحاد الفريقي أنه يمشي إلى روسيا يدوريا كان يتغلب على هذه الصعوبات اللي يسبت الحرب بين أتها وأوكرانيا ومعروف عن معظم القمح اللي يعدل منه فارين اللي يعدل منه بورو اللي يعدل منه حتى كسكسقاء أصباح يعدل منه هذا كامل يجي من شرمهما إضافة إلى كثير من المحروقات يجي من هذه الدولة وهذا هو اللي صحى بالحالة الآن ترجمة نانسي قنقر